مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل تصدر إسرائيل بمقتضاها الغاز الطبيعي إلى مصر حيث سيجري تحويله إلى غاز طبيعي مسال ثم إرساله إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصياق الرئيس المصري يؤكد التعاون مع أوروبا بملف الطاقة ويشدد من جهة أخرى على ضرورة العمل لتخفيف أزمة الغذاء الناجمة عن حرب أوكرانيا كيف يخدم هذا الاتفاق؟ ضمان الاستقرار في المنطقة والعالم وأي استراتيجيات أيضا لتجنب أزمة غذاء دولية ضيفنا من القاهرة الحديث عن هذا الاتفاق ليلة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية دكتور عماد جاد دكتور جاد أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار اتفاق ثلاثي كما تبعنا مصر، أوروبا وإسرائيل هل يشكل بتقديركم شريان غاز لإنقاذ القرى العجوز؟ ما أهميته أيضا في هذا التوقيت؟ مساء الخير وشكرا لحضرتك على الاستضافة أتصور أننا نشهد تغيرات جزرية في المنطقة وفي الإقليم بصفة عامة ربما نتذكر معا منتدى غاز المتوسط الذي تحول إلى منظمة غاز المتوسط فيها فرنسا، فيها إسرائيل، فيها مصر، فيها الإمارات كمراقب وبالتالي هناك تغيرات قادمة في المنطقة طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة الآن وإقدام موسكو على المطالبة بالدفع بالروبل وقطع الغاز والرغبة من الاتحاد الأوروبي في التخلص من التوظيف السياسي للبترول والغاز الروسي كل ذلك دفع الاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة مصر لديها أكبر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في مدينة دمياط وهي على البحر المتوسط وبالتالي هذا الاتفاق الذي يوقع هو بين الاتحاد الأوروبي بين مصر وإسرائيل مصر تسيل الغاز الطبيعي الخاص بها وتصدره إلى الخارج، إلى أوروبا، إلى جنوب أوروبا تحديدا الكميات الضخمة التي تنتجها إسرائيل اليوم في حاجة للإسالة وبالتالي أن تسال في مصر ثم تمد مرة أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي أعتقد أنها خطوة مهمة للغاية إضافة إلى اتجاه الاتحاد الأوروبي لبناء خط أنابيب أسفل المياه بتكلفة أوروبية خلصة ربما مثل نورد مستريم تو الذي تحملت ألمانيا معظم تكاليفه ودول الاتحاد الأوروبي أيضا سيتم إنشاء خط من هذه المنطقة إلى أوروبا وسوف يتولى الاتحاد الأوروبي دفع تكليفة إنشاء الأنابيب النقطة الأخرى هو أن تحت ضغط الاقتصاد تزوب الخلافات السياسية وتزوب التحفزات السياسية دكتور عماد للاتحاد الأوروبي كانت العلاقات مع مصر سأعود إلى هذه النقطة أعذرني على المقاطعة لكن مسألة الاتفاق واعتماد أوروبا بشكل كبير على مصر يعني كان واضح في تصريح رئيسة المفاوضية الأوروبية إرسولا فاندرلاين اللي قالت اليوم أنه نود توسيع تعاوننا مع مصر ليشمل مجال الطاقة كما أننا نود أن ننوع مصادر الطاقة وأن نعمل مع موريدين وهذه نقطة مهمة تحدثت عن موريدين يمكن الوثوق بهم في رسائل مباشرة سياسية تود إيصالها فاندرلاين نحن ندعم مصر لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة ووقعنا في هذا الإطار مذكرة التفاهم هذا في القاهرة خليني أسألك عن أهمية اليوم اعتماد أوروبا على دولة مثل مصر وإلى أي مدى يمكن أيضا انتظار النتائج سريعا يعني هل يمكن أن نرى نتائج لهذا الاتفاق بالوقت القريب طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك في آخر كلام أنه تحت ضغط الحاجة الاقتصادية وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من الحرمان من الغاز والبترول الروسي ورغبة في تقليل اعتماد على الغاز والبترول الروسي جاءت هذه الخطوة تجاه إسرائيل علاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل علاقات جيدة جدا علاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي بها بعض الشوائب تتعلق بالحريات وحكوب الإنسان يعني فيه ملفات كتيرة للتحاد الأوروبي كان والبرلمان الأوروبي تحديدا كان يوجه النقد تلوي النقد لمؤسسات الدولة المصرية والنظام المصري فوندرلاين لما تتحدث عن هذا الأمر وتعلن عن تقديم 100 مليون يورو للمساعدة في موضوع الزراعة وكذا الدول الأوروبية عديد منها مصدر للقمح وبالتالي هي تريد أن تقول أننا يمكن أن ندخل في صفقات متتالية تتعلق بالغاز تتعلق بالنفط ولن يختصر الأمر على مصر فقط برضو عايزة أقول لحضرتك إحنا ما نقدرش نبعد أو ما نفكرش في زيارة بايدن المملكة العربية السعودية ولقاءه مع مجلس تعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق يعني ده تحولات جيوستراتيجية مهمة جدا وكثيرة بطبعات الحال دكتور إمات كثيرة هي المجالات التي يمكن لها أن تتأثر إيجابا كما ذكرت لنا والرئيس السيسي تحدث أيضا عن أزمة الغذاء الناجمة عن حرب أوكرانيا وكيف يمكن لهذه الدول أن تساعد أيضا دول المنطقة مسألة مهمة تطرقت إليها بحديثنا عن هذا الفصل الجديد من العلاقات لنتابعه إلى أي مدى بتقديركم اليوم الاجتماع حول المصالح المشتركة ما بين هذه الدول بإمكانها أن تفتح آفاقا جديدة مستقبلا شوف يقول لحضرتك إحنا مش بنتكلم على النهاردة إحنا بنتكلم على فترة ماضة الإدارة الأمريكية كانت بتعامل مع الدول العربية لسيام الخالجية على أنها فور جرانتد يعني اللي هتطلبه هتنفزه طبعا إحنا عرفنا أثناء أزمة النفط أنه كان يعني لم تكن عاصمة عربية على استعداد لاستقبال اتصالات من واشنطن ولم تسير خلف واشنطن كما كانوا يتوقعون لذلك أتصور أن قرار بايدن بزيارة المنطقة وعقد الرقاء مع مجلس تعاون الخليجي هذا أمر مهم للغاية في تقدير لدول مجلس تعاون الخليجي إصرار مجلس تعاون الخليجي وبالتحديد مملكة العربية السعودية والإمارات على أن تحضر مصر والأردن والعراق إذا نستطيع أن نتحدث عن دول الاعتدال العربي لدينا عراق جديد لدينا أردن ولدينا مصر اللي هو في الآخر كان اسمه مجلس التعاون العربي قبل الغزو العراقي لكويت ربما لو كان هناك يامنا جديدا ربما لجان جزءا من هذه المنظومة وبالتالي نحن نتحدث عن أوزان تزداد ثقة لعواصم عربية وأنا بقول لحضرتك حتى في إطار العلاقات الإماراتية الإسرائيلية والانفتاح الإسرائيلي على المصانع المصرية لإسالة الغاز والعلاقات الإماراتية الإسرائيلية في المجل الاقتصادي كل ذلك يمكن أن يوجد مصالح لإسرائيل تكون من الضخامة والأهمية بحيث تتضاءل معها قضية الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية أو عدم التوصل لتسوية السياسية القادرة الفلسطينية أنا عايز أقول لحضرتك أن مثلا دول الأسيان في جنوب شرق آسيا كانت الفلبين وماليزيا متنازعين على جزيرة اسمها صباح الفلبين حطها في خارطتها وماليزيا حطها في خارطتها بعد العلاقات المكسفة من خلال الأسيان الفلبين نفسها أسقطت يعني عايز أقول أن الدول تبحث عن المصالح الاقتصادية العدية وحينما تكون مصالحها تكون الكمبرميسيز أو الحلول الوسط شكرا جزيلا على المشاركة والتحليل التي قدمت دكتور عماد جاد مستشار مركز الأهرام لدراسات السياسية وحدثنا من القاهرة شكرا